لما تنتظر الإدارة الأمريكية المهلة التي حدرتها قبل اتخاذ عقوبات ضد تركيا إن لم تتخلى عن شراء المنظومة الدفاعية الـ S400 المنظومة الدفاعية الروسية البنتاجون أعلن عن إيقاف تدريب طيارين أتراك على مقاتلات الـ F35 التي تشارك أنقرة في صناعة جزء مهم منها موقف الإدارة الأمريكية واضح في هذا الصلاة بأنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية والمقاتلات الأحدث في العالم وهنا نشير إلى أن تركيا استثمرت أكثر من مليار دولار في تطوير طائرات الـ F35 فضلا عن تعاقدها لشراء مئة طائرة من هذا الطراز تركيا تعتبر القوة العسكرية الثارية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة وتشارك كذلك في تطوير صناعات عسكرية متقدمة أمريكية أخرى وزارة الدفاع الأمريكية عبرت عن قلق شديد من تبعات الإصرار التركي على شراء المنظومة الروسية ناهيك عن فرض العقوبات عليها الأكيد أن أنقرة ماضية في شراء صواريخ الـ S400 حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردغا أنه من غير الوارد التراجع عن الصفقة وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الصحفي والمحلل السياسي في رأس ردوان أوغلو ومن واشنطن عمر تاسي بنار كبير الباحثين في محهد بروكينز أهلا بكم ضيفي الكريمين وأبدأ مع السيد عمر عن الموقف الأمريكي الأخير بخصوص وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات مقاتلات الـ F35 في ظل الإصرار التركي على شراء منظومة الدفاع الصاروخية S400 يعني لماذا لم تنتظر الإدارة الأمريكية حتى انتهاء المهلاء؟ تفضل بالنسبة للولايات المتحدة الموضوع واضح هؤلاء الطيارين الأتراك موجودين للتدرب على طائرات F35 ولو هذه الطائرات لا ترسل إلى تركيا ويبدو أن الرئيس أردغان أوضح بجلاء أن تركيا ستشتري S400 من روسيا عندها الولايات المتحدة لن تستطيع التعاون مع تركيا بالنسبة لهذه الطائرة لا يوجد سبب بالنسبة للطيارين كي يتدربوا المشكلة أكبر من ذلك المسألة لا تقتصر على طائرات F35 وهذه خسارة بحد ذاتها بالنسبة لتركيا لأن هذه الطائرات كما ذكرتم في التقرير هي شيء استثمرت فيه تركيا وتركيا تريد أن تكون مركز رئيسي لصيانة هذه الطائرات إذن هذه ليست نهاية القصة هناك عقوبات كونغرسية على تركيا من ناحية الحد من التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع تركيا شركات تركيا رئيسية منخرطة في صنع الصواريخ وصواريخ طويلة الأمد هناك موضوع كبير وهو أيضا يؤثر على الاقتصاد التركي في فترة حرجة كما يحاول الرئيس أردوغان الآن استعادة بلدية إسطنبول كل هذا سيكون له تأثير على الليرة التركية أيضا هذه مشكلة اقتصادية بالنسبة للعلاقات بين الدولتين طيب في ذات الإطار سيد فراس في ظل الإسرار التركي إسرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام صفقة صواريخ الاس 400 مع روسيا نعرف أن تركيا حليف مهم للولايات المتحدة في الصناعات العسكرية ليس فقط على مستوى طائرات الف 35 تركيا تشارك كذلك في تطوير وصناعة الف 16 وكذلك المروحيات القتالية وهناك علاقة عسكرية وطيضة ما بين البلايات المتحدة الأمريكية وتركيا هل الرئيس التركي مستعد عن التخلي عن هذه العلاقة الوطيضة من أجل صواريخ الاس 400 الحقيقة الموضوع كما تفضل ضيف ربما أكبر من ذلك هذا القرار ليس قرار فقط الرئيس السياسي الرئيس أردوغان هو ليس رجلا عسكريا لذلك هذا القرار هو بالتأكيد قرار إجماعي ما بين القادة العسكريين الذين يعرفون النقاط الضعف في مناطق الجيش التركي هم أدرة من الرئيس أردوغان وإذلك يكون هناك اجتماع الأمن القومي الذي في السنة الماضية كان متكررا ومتعددا لكثير من الأمور ولذلك هذا القرار الذي اتخذ على قبل سنتين أو ثلاثة هو قرار استراتيجي عسكري وسياسي في نفس الوقت لا يمكن إنكار ذلك لأن لتركيا تخوفات كثيرة من من؟ نحن نعرف أن السيد فراس في هذه النقطة أن التخوفات التركية ضد ضمن من من تخشى تركيا خاصة وإنه هي القوة العسكرية في حلف الناتو وحلف الناتو بالأساس هو قام لمواجهة التمدد الروسي والخطر الروسي النووي تحديدا يعني وتركيا بحكم موقعها الجغرافي اكتسبت هذه المكانة في حلف الشمال الأطلسي نعم هناك نقاط عدة ليس فقط موقعها الجغرافي بل أيضا الجيش الكبير الذي عاد ربما الأكبر في المنطقة أيضا القوة البرية ربما من ناحية القوة البرية الجيش التركي ربما هو الأقوى في حلف الناتو بعض الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة جوية لا أعتقد أنها بحاجة لا إلى فرنسا ولا إلى بريطا ولا حتى إلى تركيا لديها قوة جوية ربما الأطخم والأكبر لكن هي أحيانا تحتاج إلى قوة برية تساعدها في كثير الأمور فإذا كوى الجيش التركي ربما الأفضل في هذه الأمور لكن ممن المشكلة أن هناك الكرة النار الملتهبة حول تركيا في كثير من الأمور أيضا هناك قراءة استراتيجية عسكرية دائما يجب أن يكون هناك حماية للحدود لا نعلم اليوم في سلام لكن ربما بعد عشرين سنة ماذا سيكون هذا أيضا نقطة أخرى إضافة إلى أن تركيا تطمح لأن يكون لديها برنامجا تطوريا في هذا السياق السياق الدفاعي يعني أنا أرى هنا أن هناك اختلاف يعني الطائرات الـ F-35 هذه طائرات هجومية ليست دفاعية في نفس الوقت بينما الأسلحة طبعا لست خبيرة عسكرية ولكن من منطق الكلام أن الصواريخ هذه الدفاعية الجوية هذه الدفاعية بحثة وليست هجومية لكن الطائرات هي هجومية ما هي هذه النقطة أنه لا يمكن الحجة الأمريكية سيد فراس أنه لا يمكن الجمع ما بين منظومة دفاعية تعتبر الأحدث في العالم ومنظومة هجومية كطائرات الـ F-35 تعتبر الأحدث في العالم الأمريكان يقول أنه كشف سر الـ F-35 قد يمكن صواريخ الـ S-400 من إسقاطها وهذا ما كنت سأسأله هو هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل بهذا البرنامج أي برنامج الـ S-400 إذا كان لدي هذا التفاصيل فهذا شيء آخر لأن تركيا طالبت أن تأتي لجنة عسكرية أمريكية مع اللجنة التركية ويتشاور حول هذه القضية تحديداً لأن الخبراء العسكريون هنا يقولون لا يوجد تضارب وهذا شيء متعلق بهم نحن كصحفيين أو كتاب سياسيين لا نعلم في الأمور العسكرية أو في البرمجيات العسكرية هم أدرها لذلك طلبت الضباط لتركوا وزير الدفاع السيد خلوسي أكار بتشكيل هذه اللجنة التي هم سيقررون فيما بعدها وحتى الآن أعتقد في الأسبوع الماضي كان هناك ضوءاً أخضر حول هذه اللجنة والآن ربما حتى الآن لم يشكل هذه اللجنة هذه نقطة دعني أنقولها للسيد عمر بأنه في إطار أن الأمر مسألة عسكرية بحتة وتركيا بحوجة إلى قدرات دفاعية إضافية لماذا تتحول إلى مسألة سياسية أيضاً؟ وهل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تغطية الجانب الدفاع الذي تحتاجه تركيا؟ سمعنا عن صواريخ الباتريوت ولكن تركيا لم تبدو متحمسة لهذه الصفقة علينا أن نميز بين مشكلتين هناك القضايا الفنية وهناك القضايا الاستراتيجية على المستوى الفني واضح أن S400 هو منتج متفوق على صواريخ الباتريوت التي تود أمريكا تقديمها إلى تركيا هي أيضاً أرخص روسيا أيضاً وافقت على تعاون مشترك على المدى الطويل ليس على المدى القصير إذن هي تستوفي معايير تركيا بالنسبة لشراء منتج ذو جودة عالية وسعره معقول والأهم أنه سينتج بشكل تعاوني على المدى الطويل ولكن بالنسبة للموضوع الاستراتيجي هناك مشكلة رئيسية في العلاقات التركية الأمريكية هذه العلاقة مكسورة بصورة أساسية أمريكا وتركيا لا تتفقان كما اتفقتا خلال الحرب الباردة على عدو مشترك الاتحاد السوفيتي اختفى التهديد المشترك يفترض أن يكون الإرهاب ولكن هذا بديل سيء عن الاتحاد السوفيتي لأن الدولتين لا تتفقان على تعريف مشترك للإرهاب بالنسبة لأمريكا التهديد الإرهابي الأساسي داعش وإرهاب الجهاديين بالنسبة لتركيا الإرهاب هو الإرهاب الكردي إذن هما مختلفتان على تصور العدو والتهديد المشترك ولكن عندما تبدأ في التعاون تبدأ الدولتين في التعاون أو تبدأ أمريكا في معاونة الأكراد في سوريا فالعلاقة تنكسر في نظر واشنطن تركيا تساعد المجموعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة في سوريا إذن الدولتان تختلفان على تصور الإرهاب وإنما هما أيضا تشعران أنهما يعاونان التهديد الوجودي للطرف الآخر مثلا أمريكا تساعد في رأي تركيا الإرهاب الكردي أمريكا تلوم تركيا أنها تساعد داعش والجيش التركي كما قلنا جيش كبير ولكن تركيا كانت مترددة في الذهاب إلى سوريا لمحاربة داعش أرادت محاربة الأكراد أولا وثم هناك موضوع غولن وهو ينظر إليه في تركيا على أنه إرهابي وتركيا تلومه على أنه دبر الانقلاب هو يقيم في أمريكا وأمريكا ترفض تسليمه إذن العلاقة مكسورة والمستفيد الأول للمشكلة في العلاقات هو بوتين روسيا التي تريد أن تحول تركيا إلى الحلقة الأضعف في الناتو بوتين هدفه أن تغادر تركيا الناتو والناتو سيكون أكثر ضعفا عمر سيد فراس إلى أين تتجه الأمور العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن في ظل هذا التوتر لديك دقيقتان أرجوك نعم أعتقد أن هناك تشنج في العلاقات بينهما ليس لدرجة الخلاف الكبير بينهما هذا التشنج كما تفضل الضيف حقيقة هناك بعض نقاط منها غولن منها بعض الأمور الأخرى كالحالك بعض العقوبات التي طالت مثلا هذا البنك التركي إضافة إلى نقاط أخرى مثلا أيضا اقتلاف الرؤى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية والبنتاجون تصريحات مختلفة العلاقات الشخصية بين أردوغان وبين ترامب هي جيدة ليست سيئة ربما هذا يساعد أحيانا في بعض تلطيف الجو في بعض الأحيان ونقطة أخيرة أعتقد التخوف هو أمريكي أكثر منه من الناتو اليوم التحدي الأمريكية هي التي تتخوف تحديدا أكثر من الدول الأوروبية في مسألة امتلاك تركيا لهذه الصواريخ لهذه المنظومة لأن اليونان مثلا لديها المنظومة 300 قبل ذلك ولكن لديك تركيا تريد أن تشارك في تصليح منظومة 500 تركيا تتمادى هذا من من الناحية الأمن القومي التركي تريد إنتاج كامل لكافة منظومتها السلاحية بعد ذلك هي تتشارك مع الناتو وتتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس دالي مشكلة لأن تركيا مثلا على سبيل المثال هي لا تقوم بأي مجال لوحدها في إنشاء طائرات مع أي شخص لأنها دخلت في اتفاق أنا مضطر للمقاطعة سيد تراس ردوان لإنتاج الطائرات العسكرية لذلك هي منتزمة في هذا الشيء من واشنطن عمرتاس بنار كبير المحيثين في محاة بروكينز شكرا جزيلا لكم ساعة الأولى من الحرة الليلة انتهت نعود ونلقاكم على رأس الساعة الثانية تابعنا على صدر هذه الساعة أنباء من السودان عن قرب استئناف الحوار مع قوى الحرية والتغيير مع رفع العصيان المدني الذي استمر لثلاثة أيام نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة ونتابع قصة اللاجئين السوريين في مصر اشتركوا في القناة